هذا وقد عقد وزراء الخارجية العرب سلسلة من اجتماعات اللجان الوزارية المعنية بمتابعة عدد من القضايا المهمة بدأت هذه السلسلة من الاجتماعات باجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات والتزامات القمة العربية بالجزائر على المستوى الوزارية حيث ناقشت تقريرا لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الجزائر ومدى التزام الدول بتنفيذ هذه القرارات كما عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة المملكة العربية السعودية أما الاجتماع الثالث فهو اجتماع اللجنة الوزارية العربية المفتوحة العضوية لدعم فلسطين والمعنية بمتابعة التحرك العربي على السحة الدولية لنصرة القضية الفلسطينية والعمل على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ودعم فلسطين سياسيا واقتصاديا ودوليا